موسيقى 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 من النواية كانت تطور ندينه في العمل القانوني على ذاك الولابيل ماوق اللي كنت تكلمت عليه أنا ذاك بيتنسيق مع مجموعة الخطاعات الأخرى ومن دبقى أسبوع لأسبوعين اللي كيبلي خدم عليه غد سري العمل جلا وانا ذاك نقدمه لمجلس حكومة باش يقول لي واحد القانوني اللي غندافو عليه على الصعيد الوطني والدولي على أي منتوج مغربي توراتي مادي او لمادي ثانيا على هاتين جال الديجيتال انترنت هاد الحملات اللي يقومونها البعض ضد المغرب مجموعة المبادرات احنا حاليا نقشوها مع الاخرون باش نتلقوه محلا قول شي باحد الكونكور اللي غنخدمو عليه ونشركو معانا المغربة فيها تدفع للتورات دينا فهنا هاتين جال الديجيتال بالطبع الوزرات مايعنية ولكن نقدمها باش فيها يجموعة شباب وشكبات اللي هؤلاء مع نrika أفكار رائعة مجال الديجيتال مع execوين ، أو او 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 اشياء أخرى وهاتو يزلightو التي تكمنها حل nhưترينيوا عن رمضان جنة بالعاكس انا نقول لك ماهتمه ثالثا نفتح واحد القوس. عندما كان يتكلموا عن الكوسكوس المغربي أو القفطاء المغربي كيف لا تكلمت عليه هذا هو لا بينه ولا يجيه يفسر لنا ما هو الكوسكوس المغربي و ما هو القفطاء المغربي لا يجب أن يطوروا هذا الكوسكوس ويرجعوا منه أو يحاولوا ملك الأصل يبقى هو المغربي عندما تدخل الدار وعندك ولداته هذا وعندك سباكيتي لولداته هذا و هذا يجب أن يجب أن يتطور فيه شيئا مغربيا نحن يجب أن نفسره لكي ندافع على التراث والتاريخ لدينا ندافع على التراث ليس شيئا نسدو عليه بالعكس يجب أن نعرفه و نمكنه من قوانين لكي ندافع عليه قانونيا و بعد إلى شيء دولة اللي ما عندهاش نفس التراث كالتراث المغربي اللامادي أو نفس التاريخ كالتاريخ المغربي و بغا تنقل شوية بس تبني الراسة واحد تاريخ نحن كان العالم يعرف بأنه الأصل هو المغربي عندك ميدين مورروكو من بعدك سعادة اللي يبغي يجي موسيقى موسيقى